الرئيس السيسي يؤكد لماكرو مساندة مصر لجهود الجيش الوطني الليبي السيطرة على حارك أمام معهد الأورام يؤدي إلى وفاة وإصابة عدد من المواطنين وترامب يدلي ببيان اليوم حول حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة الثالثة صباحاً الوحدة بتوقيت جرينيتش موجز إخباري يأتيكم من القاهرة أهلاً بكم أكد رئيس عبدالفتاح السيسي موقف مصر الدعم لوحدة واستقرار وأمن ليبيا وتفعيل إرادة الشعب الليبي وخلال اتصال هاتفي تلقى من نظيره الفرنسي إيمانوال مكران شدد الرئيس السيسي على مساندة مصر لجهود الجيش الوطني الليبي ورفض كل أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي ومن جانبه أكد مكران أهمية الخروج من الوضع الراهن وتسوية الأزمة الليبية أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزيري الإسكان والنقل بحضور رئيس شركة بومباردية العالمية للنقل شدد الرئيس السيسي على ضرورة الالتزام بالانتهاء من أعمال المشروع وفقا للجداول الزمنية المحددة واتصاقا مع أعلى المعايير الدولية قال خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة أن الوزيرة هالة زايد وجهت برفع درجة الاستعدادة قصوى للتعامل مع حالات الإصابة النجمة عن حادث الانفجار أمام معهد الأورام حيث تم الاطمئنان على أرسدة الدم بمعهد ناصر ووجود كافة الأساتذة والاستشاريين بكافة التخصصات بالمعهد وأكدت وزيرة الصحة في تصريح لأكسرا نيوز وفات 17 حالة وإصابة 32 آخرين جراء حادث والحريق فور الحادث دخلنا 42 سائرات إسعاف وأخلينا معظم الجثامين على معهد ناصر والإصابات في بعض الإصابات راحت مترجلة للأصر العيني والمونيرة نحن دلوقتي نجيب إصابات المونيرة هنا في معهد ناصر إجمال الإصابات لغاية دلوقتي 32 إصابة فيهم شديدين الخطورة وإجمال الجثامين اللي تم رفعها لغاية دلوقتي 17 بالإضافة لكيس أشلاء ما زال البحث عن احتمال بعض الجثامين في الموقع خاصة في المياه المقابلة للمعهد إن شاء الله ما يباش في حاجة بس ما زال البحث موجود تم إخلاء معهد الأورام بناءنا على طلب إدارة معهد الأورام وتم تحويل حتى هذه اللحظة 43 حالة معظمهم لمعهد ناصر والمونيرة ومستشفى دار السلام للأورام التابعة لوزارة الساحة وكان مصدر أمني قد أفاد بأن الانفجار أمام معهد الأورام حدث نتيجة استضامة إحدى السيارات الملاكي التي كانت تسير عكس الاتجاه بثلاث سيارات أخرى هذا وكلف النأب العام نيابة جنوب القهرة بإجراء المعينة اللازمة لحادث معهد الأورام لمعرفة أسبابه وكيفية حدوثه بينما أكدت جماعة القهرة أن جميع المرضى والعاملين في معهد الأورام القومي بخير وأن أثار الحرك لم تمتد إلى الداخل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيدلي اليوم ببيانا حول حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة التي وقعت مؤخرا في تصريحات صحفية أضاف ترامب أنه لا مكانا في بلاده للقراهية مشيرا إلى أنه تحدث مع مكتب التحقيقات للتحدي ووزير العدل وويليام بار وأعضاء في الكونغرس بشأن ما يمكن عمله لعدم حدوث أعمال عنف أخرى مماثلة انتعى الموجز لمزيدا من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري أكسترانيوز دوت تي في شكرا لكم اشتركوا في القناة